الإفادة الإسرائيلية والتي قدمت إلى محكمة العدل تبقى قيد السرية وهناك احتمالية لنشرها علانية يعني كيف تقرأ هذا الموقف؟ ما الذي يؤشر إليه؟ أو ما الذي يمكن استقراؤه منه؟ هذا إجراء في المحكمة العدل الدولية ينقل هذا الرد إلى جنوب إفريقيا الدولة التي قدمت هذه القضية وتنظر فيه خلال إسباعين في الأخير بكل تأكيد سيتم نشر هذه الوثيقة من أجل اطلاع عليها ومن أجل أيضا أن يرى المجتمع الدولي ما قامت به إسرائيل من التزامات أو ما فعلته ردا على الأمر المتعلق بالتدابير التي أمرت بها المحكمة العدل الدولية لذلك حتى الآن سيبقى سريا إلى أن يتم الانتهاء من مراجعته من قبل جنوب إفريقيا يعني ما هو الدور الذي تقوم به جنوب إفريقيا حتى لو كانت هي من تقدمت بيئة طلب يعني ألا يتسري القوانين الطبيعية مثله مثل القانون الجنائي العادي ألا يسري على هكذا أمور؟ يعني أن تكون هناك دولة ترفع أو طرف يرفع دعوة هل لابد أن يتم العودة إليه بالرد؟ نعم بكل تأكيد حتى يرى هل التزمت إسرائيل ويقدم دفوعه أو أدلته وبياناته التي تكون متناقضة مع ما يقدمه الطرف إسرائيل مجبر على تقديم تقرير جنوب إفريقيا ينظر في هذا التقرير ويقدم أيضا مرافعة جديدة إذا جاز التعبير تفند فيه ما قالته إسرائيل في عدم من أجل تقول محكمة العدل الجنوب الخريقية أن إسرائيل لم تلتزم بالأوامر أو التدابير الاحترازية التي أمرت بها المحكمة وهذا هو ما لم تلتزم به وهذه البيانات والأدلة التي نقدمها وهناك أعداد كبيرة هناك مثلا على سبيل المثال بعض المحامين أو عدد كبير من المحامين في دول عالمية مختلفة قدموا أيضا بنودة وثيقة من 300 صفحة تشير إلى اختراق إسرائيل لكل الالتزامات والتدابير الاحترازية التي قالتها أو أمرت بها المحكمة العدل الدولية لذلك مثلها مثل أي قضية هذه هي المرافعة تذهب إلى الخصم الخصم ينظر فيها ويقدم أيضا أدلته على عدم دقة وصحة المعلومات المقدمة من قبل الدولة الأخرى أعتقد أن هذا هو إجراء داخل محكمة العدل الدولية ينبغي احترامه من ناحية ومن ناحية أخرى ما زال الوقت مبكر للاطلاع على جميع التفاصيل لأنه نتحدث عن مرحلة انتقالية أو عن أمر احترازي يمكن أن قرار المحكمة يأخذ سنوات من أجل القول أن إسرائيل قامت بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجمعية أو لم تكن بذلك ما زلنا أمام وقت للنظر في هذه المحكمة لكن على الأقل ما يريده الفلسطينيون أولا إسرائيل تحاكم أمام محكمة العدل الدولية بأبشع جريمة بغض النظر إن قضت المحكمة أنها قامت بذلك أو لم تكن بذلك ثانيا الفلسطينيون والعالم والمجتمع الدولي نظر إلى إجراءات المحكمة والبيانات التي قدمت أو الإفادات والمرافعات التي قدمت أمام المحكمة وأظهرت الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل طيب قيام إسرائيل بالرد وتقديم الرد إلى محكمة العدل يعني إلى أي شيء يؤشر لأنه كان لإسرائيل تجارب قبل ذلك إسرائيل دائما تتصرف كما لو كانت فوق القانون وقرار الجدار العازل أمام الجنائية الدولية خير دليل على ذلك فلماذا هذه المرة اهتمت بتقديم الرد؟ دعيني أفسر ما هو موجود أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالقضية التي رفعت من قبل جنوء إفريقيا هذه القضية كأنها محكمة عادية في الدول على سبيل المثال وهي متنازعة بين أطراف متنازعة وبالتالي إسرائيل التزمت بأن تكون هذه المحكمة هي الحكم فيما يتعلق بهذه القضية وبالتالي عليها أن تلتزم بجميع الإجراءات التي تقدمها أو تطلبها المحكمة وهي قضية وليست رأيا استشاري فيما يتعلق بالرأي الاستشاري لسنة 2004 المتعلق بجدار الفصل العنصري هذا رأي استشاري قدمته أو إفتاء إذا جاز التعبير قدمت المحكمة للجمعية العامة للمتحدة وبالمناسبة محكمة العدل الدولية تنظر في أيضا رأي استشاري آخر يتعلق بأن الاحتلال الإسرائيلي أصبح طويل المدة وانتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبالتالي الرأي الاستشاري قد لا تنظر فيه إسرائيل وقد لا تعيره اهتماما لأنه سيذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ستسترشد به في اتخاذها للقرارات المتعلقة وكذلك المؤسسات الدولية الأخرى والوكالات المنبثقة على هيئة الأمم المتحدة لكن يصبح أمرا سياسيا عندما يتحول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح أمرا سياسيا وبالتالي إسرائيل لا تنظر إلى مؤسسات الأمم المتحدة باعتبارها حكما أو فيصرا أو ذات اختصاص في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل حماية الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في مجلس الأمن لذلك هي تأبه للقانون الدولي تأبه للمحكمات العدل الدولية لكن عندما يتحول الأمر من حكم قضائي هذا أمرا مختلفا وينبغي أن تنصع إليه وتلتزب به إسرائيل أو الحكومة أما عندما يتحول أن يكون رأيا استشاريا فهذا الأمر هو بيد الجمعية العامة للأمم المتحدة وبما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتها صحيح ملزمة لكن تنفيذها يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ومجلس الأمن يوجد لدى إسرائيل حافظ أمين إذا جاز التعبير وهو يحمي إسرائيل من أي إجراءات يمكن أن تتقلها الأمم المتحدة وبالتالي سيد جهاد قد يقول قائل وما فائدة كل هذا إذا كان في النهاية سيصطدم بالفيتو الأمريكي لا فائدة المحكمة وقرار المحكمة في هذه القضية عظيمة وكبيرة أولا جميع الدول ستخضع لهذه المحكمة لقرار الحكم بمعنى المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية عيمت إسرائيل بالسلاح وبيقول للقضايا التي تستخدمها إسرائيل في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ستصبح كأن هذه الحكومة أو تلك مشاركة في الجريمة ويمكن ملاحقة الحكومات في المحاكم في محاكم تلك الدول انظر ما جرى في بعض الدول الأوروبية المحاكم أمرت بعدم توريد أسلحة إلى إسرائيل لأنها قد وهنا تفيد التشكيل قد تكون إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة في حربها في قطاع غزة التي تشكل احتمالية أو أن تشكل جريمة إبادة الجماعية هذا أمر مهم بمعنى يمكن استخدام قرار المحكمة وإن لم تلتزم إسرائيل به فيما يتعلق بخنق إسرائيل على المستوى الدولي وهذا مطلوب من قبل فلسطين لتفعيله في كل المحاكم المحلية عندما يصدر قرار المحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالقضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية هذا مختلف تماما عن الرأي الاستشاري الرأي الاستشاري الذي يقرر الأخذ به أو عدم الأخذ به هي مؤسسات الأمم المتحدة أي الجمعية العامة ومجلس الأمن نحن كما قلت أنا هناك حافظ أمين لإسرائيل في مجلس الأمن يحميها من أي اتبعات أو إجراءات إلا أن الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يستدد إليها الفلسطينيون كإجراء قانوني هو مهم وكبير وأعتقد أن هذا نقل نوعية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أي بأساليب ووسائل يمكن استخدامها انظري على سبيل المثال إذا قررت المحكمة أن محكمة العدل الدولية أن إسرائيل قامت بإبادة جماعية في فلسطيني في قطاع غزة يمكن للفلسطينيين توجه لمحكمة الجنات الدولية لملاحقة المجرمين الذين قاموا بالإبادة الجماعية رئيس الحكومة والوزراء ورئيس هيئة الأركان والضباط الكبار وحتى الجنود الذين قاموا بانتهاكات متعددة قرار المحكمة فاصل مرحلة جديدة للنضال الفلسطيني مرحلة جديدة لطبيعة القواعد القانونية الحاكمة لأي تحرك فلسطيني مستقبلي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ستجعل من نفسها أو ستكون خاضعة لقرار محكمة العدل الدولية بأي اتجاه حتى الآن لا نستطيع القول أن الأمر قد حسن في المحكمة هناك مداولات قد تأخذ أشهر وسنوات للوصول إلى القرار إذا ما حكمت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل قامت بإبادة جماعية هنا مسائل متعددة ستتغير سواء في علاقة الدول مع إسرائيل وفي تزويدها بالأسلحة وبعض المعدات الأخرى وبقدرة الفلسطينيين على ملاحقة الحكومات ويمكن أن تستخدم أيضا من قبل الأحزاب والنقابات والناشطين والجاليات أيضا لملاحقة الحكومات الأوروبية تحديدا التي تكون بدعم إسرائيل هنا أعتقد أنه تحول نوعي في طبيعة أدوات الصراع التي يمكن أن تستخدم مستقبلا لها أهمية كبيرة صحيح أن الفلسطينيين يحتاجون إلى قرارات تنفذ بسرعة لأن الألم كبير ترجمة نانسي قنقر